السلام عليكم ورحمة الله وبركاته افعالكم شباب ان شاء الله تكونوا بخير في عندنا تنبيه او مش تنبيه يعني بنأكد على موضوع الرطوبة ومشاكلها في داخل المكينة البندقية متاعك طبعا هذا خزان هو لبندقية ريماية يعني جاني فيه تنفيس فيه مشكلة في لهو هل نلاحظه شوي في عندنا الخزان في عندنا الخزان هذا المونيوم شوفوا قتل الرطوبة الضرر لمسبباته والرطوبة داخل الخزان هذا الصمام بتاع الساعة وهذا صمام التعبئة شوفوا شكله كيف مولي طبعا هذه الرطوبة تقتل على فالف التعبئة نفسها الرأس الداخلي والأورينجات او احنا نقوله الجوميني شوفوا كيف رايحات يعني الالمونيوم لين دا يرتبخ خط التكلس هذه كلها تسبب في عملية صدق او تنسيم نقرب هنا شوفوا كيف شكله حظم كان الأورينج الخضر شوفوا قتل الرطوبة وينواصل فوق ولداخل نفس المشكلة نقرب وحتى في داخل الخزان شوفوا وضع كيف في الخزان يعني هذه ماشية على طول الخزان كلها معبي رواسب الموضوع هذا كلها بسبب الرطوبة اما انك تعبي عن طريق البمب اليدوي وهذا من أسوأ الأمور اللي ممكن انك تتعامل بها في تعبئة الخزان البندوقية انك تستعمل البمب لانه يدخل في كمية رطوبة غير عادية للخزان البندوقية اللي عندك او انك تأخذ في استوانة الغطس اللي تتعامل بها اللي تعبي منها في البندوقية وتأخذ فيها لشخص الفلاتر بتاعة الكمبروسر اللي عنده منتهية وموش مهتم به فشباب رد بالك من الرطوبة وامر ثاني بالله اللي يصين يحاول انه يهتم بعملية الصيانة يعني مش غير انه يصين خلص يعني شوفوا هذا كيف وضعه يعني هذي يعني الرأس من قدام محصل ضرب لين يعني هذه منطقة حساسة المفروض انها مفيش مفيش لجروح لشي تشوفوا الهو ألمونيوم يعني ضعيف يعني الشخص اللي يتعامل معه بتكسير يعني وكأنه ميكانيكي سيارات مش مش شخص يتعامل معه شي حساس يعني هذا بالنسبة للفيديو متاع العاليوم ماذا بيكم تاخدوا الحيطة والحضر من موضوع الرطوبة رغم موضوع ما والسهل هذي في خزان فما بالك في داخل المكينة اللي عندك بلف وعندك سبرينج ومطرقة ماذا سيكون واضحة إن شاء الله تكون ملو ما وصلت نشوفكم على خير إن شاء الله موسيقى موسيقى موسيقى